احنا شوفنا كابل فرميشن خدنا تريفويل وفلات فرميشن طيب في حد يسألني يقول لي ايه الفرم؟ في تركيب الفلات يبيكون الفيض والفقد اعلى في الفلات بيكون الفيض والفقد اعلى وبالتالي المقاومة اعلى والكفاءة اقل يعني معناه ايه ده؟ يعني معناه ان انا افضل التريفويل عن من الفلات طيب لما نجي نتكلم على النيوترال و النيوترال و الارس زي ما قلنا هل هو النيوترال يساوي نص الارس ولا قد الارس تعال نشوف السلايدي دي مهمة جدا زي ما احنا شوفنا وحفظنا الكروس سيكشن اريا بتاع الكابلات بيقول لي في معادلة مهمة جدا في النيوترال يا شباب انا عندي الار والاس وتي ده فور كور كابل تمام؟ واحنا شايفين هنا ارمورد ستيل واير ارمورد برافو تمام؟ والكور الاربع كور دول اد بعض وبالتالي انا عندي معادلة هتحدد لي اني اكوردنج الكود ان الكروس سيكشن اريا لو اقل من او يساوي 35 يعني كل اللي اقل من 35 تمام؟ يبقى الكروس سيكشن اريا بتاعت النيوترال بتساوي الكروس سيكشن اريا بتاعت مين؟ اللاين برافو لو اكبر من 35 الكبير من 50 لا الخمسين يبقى ممكن يبقى في مصانع بتصنع نيوترال نص وفي عندي اد اللينية كاملة يبقى الفايصل عندي في حالة النيوترال نحفظ عشان هناخد رقم تاني في حالة النيوترال الفايصل عندي 35 الاقل من 35 اقل من او يساوي 35 بيبقى النيوترال النيوترال اد اد اللين في حاجات الصغيرة النيوترال اد اللين اللي اكبر من 35 بيبقى النيوترال تمام نص اللين طيب النيوترال نحفظ مع النيوترال مين 35 في حالة اليرس بنحفظ معه كام 16 الستاشر في حالة اليرس اللي اقل من او يساوي 16 كل اليرس اد من اللين في حالة السنجل فيز اللين طبعا الستاشر اقل من 35 يبقى النيوترال اد اللين برضو اد اليرس زي مثلا كابلة لايه مكتوب عليه 3 في 3 3 4 3 6 3 10 3 16 ده كله معناه ان التلاتة الاولانية تمام الكروس سيكشن اريا واحدة وكل واحدة منهم مثلا سي 6 ملي متر تربيع يعني اللين 6 ملي متر تربيع النيوترال 6 ملي متر تربيع اليرس 6 ملي متر تربيع ده في حالة السنجل فيز في حالة السري فيز عندي ار و اس تي وانو اي يبقى لو كل الناس قد بعض يبقى اقدر اكتب خمسة فيه يبقى خمسة في 3 خمسة في 4 خمسة في 6 خمسة في 10 خمسة في 16 وهكذا تمام طيب لو الكروس سيكشن اريا اكبر من 16 يبقى اليرس هيساوي نص دي معلومة مهمة جدا يعني انا مثلا اكبر من 16 سبعين نص السبعين خمسة وتلاتين يبقى الكابل ده اربعة في سبعين يعني اربعة اللي واحد والي اتنين والي تلاتة والنيوترال بسبعين والارس بكام والارس بخمسة وتلاتين لانه اكبر من اكبر من 16 طب اربعة في متين وربيعين نفس القصة نص المتين واربعين كام مية وعشرين تلتمية نص التلتمية كام مية وخمسين ودي جايب لكم يا شباب جدول بيوضح لي الكلام ده لو انا عندي مساحة المقطع الكابل واحد ملي متر تربيع يبقى الارض واحد ملي متر تربيع الواحد ونص واحد ونص الاربعة اربعة والستة ستة والعشرة عشرة الارس بتاعه والستاشر ستاشر اه هنيجي بقى ايه احنا قلنا الفايصل عندي ستاشر من ستاشر وانت نازل تمام الارث ادنية ليتر sufficiently طيب فوق الصص مين ٢٥ ٥ فوق الصص مين ٥٥CO و ٣٥N نحفظ ً ٥٥٠ ٧٥ ٥٨ ٥٥ ٥٠٧ ١٣ ٥٠٠ ٥٥٥ ٥٠٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠٠٢ ٥٠٠٠٠ٖ٠٠ ٥٠ برده باقل training بارده بارده ستاشر بعد كم ينفعل تخرج لدي ع حيث تحهات الارث خمسين Rivera المن Finance دعني عالك شخص او ٥٠ becauseASH토edgeك تونس ستاشر وعالizard هنا ٤٠ وعشرين والخمسة وتلاتين طيب في حاجتين القرس بتاعهم سبعين اللي هما مية وعشرين ومية وخمسين الـ 185 بياخد القرس بتاعه كام 95 الـ 240 القرس بتاعه مية وعشرين الـ 300 القرس بتاعه مية وخمسين الـ 400 مية وخمسة وتمانين طيب زي ما احنا شوفنا احنا بنشوف ان توصيف الكبل بيتحدد بعدد الكور نوع المادة الموصلة نوع العزل نوع التسليح الوجد ونوع الغلاف الخارجي وزي ما احنا شايفين بيبقى فيه عندي الكبل اقدر اعرف انه هو مالتي كور من التوصيف يعني اربعة في 185 ده بيبقى مالتي كور اما اربعة افتح قوس واحد في 85 ده واحد في 85 ده سنجل كور كبل سنجل كور بس انا جايب منه اربع كبلات يبقى انا عرفت ازاي امايز بين السنجل كور والمالتي كور من الـ description تاني او عشان الشباب اربعة في 125 زي 185 زي 90 اربعة في 185 يبقى دا كابل زي ما احنا شايفين كده مالتي كور جواه ار و اس و تي تمام والنيوترال بتاعه والنيوترال بتاعه اده كل الاربعة اد بعض 185 ومعهم ايرس 95 يبقى دا ايه دا مالتي كور كابل برافو عليكم طيب لو كتبت اربعة افتح قوس واحد في 185 انا جايب كابل 185 جايب منه اربع اسلاك او اربع كابلات وجاي بكبل أرضي اللي هو نص الـ 185 اللي هو الـ 95 ده مثال إزاي بعرف single way المالتي نفس القصة 3 في 95 يبقى 3 كل كور بتاعي تمام ده 3 phase تمام كل كور 95 والأرضي الخاص بي ده طبعا مالتي كور والأرضي الخاص بي 50 الحالة التانية 3 في 95 زائد 50 داخل نفس القص زائد 25 ده معناه ده مالتي كور 3 في ذات اللي 1 اللي 2 اللي 3 بتساوي 95 والنيوترال خلي بالك النيوترال هنا بـ 50 يعني الحالة دي النيوترال نص اللاين بعد كده ده خارج القص بكتب الـ Airs لوحده 25 ملي متر تربية طب إزاي بحدد الكابل يا شباب الكابل ديزاين ده بحدده بنية معادلة مهمة جدا الناس اللي ناسية بقى المعادلات أنا بقدر أحدد الكابل الكابل are designed according to ثلاث حاجات يا شباب مهميني الكابلات بستخدم ثلاث حاجات الـ current carrying capacity ودي مهمة جدا اللي احنا هنحسب بناء على التيار يا شباب التيار اللي احنا نشتغل عليه طيب بعد كده الفولتش دروب لازم في الكابلات الطويلة والمسافات اعمل حساب الفولتش دروب واعمل حساب الشورت سيركيت احنا مش عشان حسابنا خلاص بالـ current carrying capacity ننسى الفولتش دروب والشورت سيركيت دول هنعملوهم محاضرات مستقلة عايز الشباب يحفظوا معايا ı clip 울 معاملات تصحيح الكابل 一 сильно link factor المعاملات تصحيح الكابلات معاملات تصحيح الكابلات معاملات تصحيح الكابلات عبارة عن i cable عندي المعادلة ال 뭐가 الاقمات بعدما اخترت قيمة فعلية موجودة فى السوق ده معنى ايه بش مهندس دة معنى ايه؟ دة معنى ايه دكتور اشرف دا معنى ان انا لازم اختار السيركيت بريكر الاول دي مهمة جدا انا بختار السيركيت بريكر قبل الكابل طب بختار السيركيت بريكر على بناء علي ارجع كده للمحاضرة الخاصة بالقواطع بختارها على الكيلو فولتا امبير بتاع اللود بعمل سايزنج للكابل بناء علي السايزنج الخاص بسيركيت بريكر